إن الحمد لله نحمد ونستعين وستغفره وأنا أعوذ بالله من شروع لعبسنا وسيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حقا تقاتي ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي اخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقلوا قولا سديدا يصلح لكم أعمى لكم وأقتل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغ الأمور محدساتها وكل محدسة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذه رسالة جليلة القدر نبيلة المقصد صادقة اللهجة مشفقة المعاني بعث بها عالم ربني إلى بعض إخوانه ليحدثهم فيها حديث الناصح الوجري والمشفق الحديم عن ذكر الله تعالى وما يحصل به من حياة القلوب وشفاء الصدور ومتاع الأرواح وبهجة الأنفس وقرة العين ونعيم الدنيا وليقص عليهم في سطورها منزلة هذه العبادة العظيمة ورفيع مقامها وجليل مكانها وفرهباتها وعوائدها على أهلها وليبصرهم في أثنائها موضع هذه الشعيرة من هذا الدين وأنها منه بالمحل الأسنى والمقام الأسمى والدرجة العالية الرفيعة وليتلوا عليهم من كتاب ربهم وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما ورد بفضلها ونطق بشرفها وليعلمهم هدي نبيهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم فيها قولا وعملا علما وحالا ظاهرا وباطنا ليأتوا البيوت من أبوابها ويقصدوا ردوان الله جل وعلا من سبيله الذي اختار لهم ويبلغوا مراد الشريعة على جادة مأمونة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفضق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون وكما يقولون ومن سلك الجدد أمن العثار ومن سلك الجدد أمن العثار وتلك العمر الله غاية جليلة وما يوفق للدعوة إليها والدلالة عليها إلا موفق ذو حظ عظيم ولمثلها سعى المصلحون وتسابق أهل الحديث والسنة في التصنيف في أبواب الذكر والدعاء ونحن إخواني الكرام مع ألواب الصيب ورافع الكلمة الطيب للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه وما دلنا مع الحديث الذي رواه الإمام الأحمد والإمام الترمزي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وأنه كاد أن يبطئ بها فقال له عيسى عليه السلام إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب فجمع يحيى الناس في بيت المقدسي فأمتلأ المسجد وقعدوا على الشرفي فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله أمركم بالصلاة فإن صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وها نحن ما زلنا مع أسرار الصلاة إخواني الكرام هذا الركن العظيم الذي يلي التوحيد ما زلنا مع أسراره ومع زلنا مع عبودية الركوع يعني عبودية الركوع فبعد انتهى من القراءة شرع له الله جل وعلا أن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعا لعظمة ربه واستكانة لهيبته وتذللا يعني وتذللا إخواني الكرام تذللا لعزته فثناء العبد على ربه في هذا الركن هو أن ينحني له أن يحني له صلبه ويضع له قامته وينكس له رأسه ويحني له ظهره ويكبره معظما ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه سبحان ربي العظيم إخواني فاجتمع له هنا إخواني الكرام يعني خضوع الظاهر وخضوع الباطن أو خضوع الباطن وخضوع الظاهر يعني خضوع القلب وخضوع الجوارح الجوارح يعني أن يحني له صلبه ويضع له قامته وينكس له رأسه ويحني له ظهره ويكبره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بالتعظيم فاجتمع له خضوع القلب أي في الركوع وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوان ويجتمع له في هذا الركن من الخضوع والتواضع والتعظيم والذكر يعني ما يفرق به بين الخضوع لربه والخضوع للعبيد بعضهم لبعض فإن الخضوع وصف العبد والعظمة وصف الرب يعني فالخضوع وصف ذاتي للعبد يعني والعظمة وصف ذاتي للرب جل وعلا وتمام عبودية الركوع إخواني الكرام تمام عبودية الركوع أخي الكريم لابد أن ندرك لابد أن نعيش القضية الأساسية قضية الركوع قضية مبدأ قضية مجتمع قضية أمة كاملة يعني تركع لله عز وجل على بكرة أبيها يعني وهنا يأتي النصر وهنا تأتي العزة وهنا يأتي التمكين حين تركع الأمة جميعا ركوع خضوع وذلة ومسكنة وتعظيم وإجلال لله رب العالمين مهم جدا يا إخواني الكرام مش تبحثوا عن العزة مش عاز انتهزموا الصهايين الجبابرة المغتصبين اللصوص والصليبيين المحربين المعتدين ماشي الظالمين لابد من تمام العبودية في الركوع للأمة كلها مع الأقضي بالأسلام ما فيش مشكلة بس ربنا أما أنت تأخذ بالأسباب الشرعية ربنا يخضع لك الأسباب الكونية القدرية خلي بالك يعني زي ونقول على الايه على التوكل فتوكل نوعين النوع الأول توكل لجلب المصالح ودفع المكاره والنوع الثاني للأمة الدولة والأمة والمجتمع لابد أن يتصغروا يعني لابد أن يتصغروا أمام الله جل وعلا ويتضاءل وتتضاءل الأمة لربها بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لمن لنفسه كل تعظيم لنفسه يا إخواني الكرام يعني هنا تمام عبودية الركوع أن يتصاغر يتصاغر الراكع ويتضاءل لربه واضح بحيث يمحو تصاغره لربه من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه ولخلقه ويثبت مكان تعظيم المين لربه جل وعلا يثبت النفس تعظيم لمين تعظيم لربه أيها الإخوة الكرام هذا أمر واضح جدا يعني المسألة ليست مجرد حركات شكلية أبدا ليست حركات شكلية يا إخواني الكرام فهنا وكلما وكلما استولى على قلبه تعظيم الرب في الركوع وقوية خرج من هذا القلب تعظيم الخلق يبقى هنا نقول ما قال من الإمام عبد القادر في الكلام اللي ذكره مين كلام اللي ذكره الإمام شيخ الإسلام ابن ثمية في مجموعة الفتوى الجزء العاشر صفحة كمسومية وسبعتاشر وهو بيتكلم عن كلام الإمام الإمام رضي الله عنه الإمام 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 عبد القادر الجيلاني هو يقول اخرج من نفسك اخرج من نفسك وتنحى عنها ده كلام الإمام اخرج من إيه اخرج من نفسك وإيه إخواني وتنحى عنها اخرج من نفسك من نفسك وتنحى عنها ده كلام الإمام اخرج من إيه اخرج من نفسك هو يقول ذلك اخرج من نفسك يقول الإمام يقول وهذا كثير في كلامهم كقول الشيخ عبد القادر في كتاب فتوح الغيب اخرج من نفسك وتنحى عنها وانعزل عن ملكك وسلم الكل إلى الله تبارك وتعالى وكن بوابه على باب قلبك وامتثل أمره تبارك وتعالى في إدخال من يأمرك بإدخاله في قلبك وانتهي نهيه في صد من يأمرك بصده فلا تدخل الهوى قلبك بعد أن خرج منه وإخراج الهوى من القلب وإخراج الهوى من القلب بمخالفته وترك متابعته في الأحوال كلها وإدخاله في القلب بمتابعته وموافقته فلا فلا يعني فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعالى وغير ذلك منك غير واضح وهو هذه الحمقى وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك وتعالى يبقى هنا خرج من قلبه اخرج من نفسك وتنحى عنها اخرج من نفسك وتنحى عنها يعني كلما استولى على قلبه ده كله في الصلاة كلما استولى على قلبه تعظيم الرب وقوية خرج منه تعظيم الخلق وازداد تصاغره عند نفسه فالرقوع بالقلب بالذات والقصد والجوارح بالتبع رقوع بالقلب ده بالذات والقصد بالذات والقصد والجوارح بالتبع والايه والتكملة يعني دي نقطة مهمة جدا لابد كل واحد يسأل نفسه انت في الصلاة تعالي النهاردة في العصر قلبك سجد قلبك ركع قلبك خشع قلبك خاف ايه اللي حصل نقطة مهمة جدا ثم شرع له ان يحمد ربه ويثني عليه بآلائه واضح عند اعتداله سمع الله لمن حمده يعني يقول ثم شرع له ان يحمد ربه يعني ان يحمد ربه ويثني عليه يعني بآلائه عند اعتداله وانتصابه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه الى احسن هيئاته منتصب القامة معتدي لها فيحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه الى احسن تقويه ورجوعه الى احسن تقويه بان وفقه وهداه لهذا الخضوع الخضوع الرقوع والذي يعني قد يعني حريمه يعني حريمه غيره يعني ثم نقله الى مقام الى اعتدال والاستواء ثم نقله الى مقام الاعتدال والايه ثم نقله الى مقام الاعتدال والاستواء يعني واضح واضح يعني ثم نقله الى مقام ثم ثم نقله واضح ثم نقله الى مقام ثم نقله الى مقام الاعتدال والاستواء واقفا في خدمته خدم المقصوبة العبودية يعني العبودية واضح اخواني بين يديه كما كان في حال القراءة كما كان في حال القراءة واضح في ذلك ولهذا شرع له من الحمد والمجد نظير ما شرع له من حال القراءة في ذلك يعني ولهذا الاعتدال دوق خاص اخواني الكرام ولهذا الاعتدال زوق خاص ولهذا الاعتدال دوق خاص وحال ولهذا الاعتدال دوق خاص وحال والأحوال إخواني وهبية والمقامات يعني كسبية يعني الأحوال وهبية من الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولهذا الاعتدال إخواني الكرام يعني زوق خاص وحال يحصل للقلب يحصل للقلب يعني يحصل للقلب ويخصه يعني وحال يحصل للقلب ويخصه سوى دوق الرقوع يعني وحاله وركن مقصود لذاته كركن الرقوع والسجود سواء يعني الاعتدال والقيام يعني ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الرقوع والسجود يطيل القيام يعني كما يطيل الرقوع والسجود ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته في كتاب زاد المعاد هديه صلى الله عليه وسلم في كتابه زاد المعاد إخواني الكرام يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد وكلام واضح أيها الإخوة الكرام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه زاد المعاد في جزء الأول إخواني الكرام يبقى هنا يبقى لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إخواني يطيل الرقوع كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام يعني واضح كان يطيل إخواني كان يطيل القيام صلى الله عليه وسلم كما يعني يطيل كما يطيل يا إخواني كما يعني كما يطيل صلى الله عليه وسلم كما يطيل إخواني واضح كما واضح ويعني وما ابن القيم تكلم في الجزئية دياتي إخواني وفرق أيهما أفضل يعني واضح واضح أيهما أفضل يعني السجود أم القيام أيهما أفضل السجود أم السجود أم القيام قال ذلك الإمام بن القيم أيهما أفضل يعني وختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل فرجح الطائفة القيام لوجوه وبدأ وطائفة آلة آلة إخواني لا السجود أفضل يعني الناس اللي رجحوا القيام قالوا لوجوه أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان والثاني قول الله تعالى وقوموا لله قانتين والثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي يزروا على الإمام المسلم أفضل الصلاة طول القنوط وقال الطائفة يعني واضح وقال الطائفة السجود أفضل واحتجت بقوله صلى الله عليه وسلم يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وبحديث يعني معدان ابن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدث حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به فقال عليك بالسجود فإني سمعت فإني سمعت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فإني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك يعني واضح إخواني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيع ابن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود يعني وأول صورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة اقرأ على الأصحي يعني وختمها بقوله صلى الله عليه وسلم واسجد وقترب وبأن السجود الله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها وبأن الساجد يعني أذل ما يكون لرب وأخضع له وذلك أشرف حالات العبد فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة يعني أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة وبأن السجود هو سر العبودية فإن العبودية هي الذل والخضوع يقال طريق معبد أي ذللته الأقدام ووطأته وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا وقال الطائفة إخواني الكرام يعني القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل واحتجت هذه الطائفة هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت بإسم القيام لقوله تعالى أقم قم الليل إلا قليلا وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رأى أبخاري يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار قالوا وهذا وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة وقد كان يصل الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك بل كان يخفف السنن وقال شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية يعني قال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله ورضي الله عنه قال قال الصواب أنه ما سوا يعني والقيام أفضل بذكره وهو القراءة والسجود أفضل بهيئته فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام وذكر القيام أفضل من ذكر السجود وهكذا كان هديو صلى سلم فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل وكان إذا خفف بالقيام خفف الركوع والسجود وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله البراء ابن عازم كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء والله قريبا من السواء والله أعلم يعني يبقى هنا إخواني كما يقول وكان في قيام الليل وكان في قيام الليل وكان في قيام الليل وكان في قيام الليل يكثر فيه من قول يعني لربي الحمد لربي الحمد ويكرر ها نسأل الله نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة إخواني الكرام اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربت على قلوبهم اللهم فرش همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم اللهم أكسو عاريهم وأطعم جائعهم اللهم أبدل خوفهم أمنى ورزقهم الأمن والآمانة في ديارهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم اجلل أطاك على اليهود الصهاينة المجرمين شتت شملهم وفرق شمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم اللهم املأ قبورهم وويوتهم نارا اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين أنزل عليهم صاعقة من السماء اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وقداكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته